في كيف منصمم ومننظم بطريقة احترافية نهاية الشاشة لفيديوهاتنا مرحبا أنا تين دا الكادر ليش يا ترى؟ لأنه نهاية الشاشة ممكن تجذب الشخص يرجع يتفرج عليك أكتر من مرة ويشاهد فيديوهاتك الثاني وهيك بتكسب بصير في عندك زيادة مشاهدين والناس بتعرف شو عم تنشر بعد بتغدك على الوجهة الكاملة لقناتك بتختار الفيديو اللي انت حابب تحط له نهاية الشاشة وعالأغلب لحيكون الفيديو الطويل اخترت هال بعدها لحافتح شي بيقولوله editing video أو تعديل الفيديو عند تدخيل الكلمات المفتاحية والمعلومات لقوا على اليمين في شي اسمه end screen أو نهاية الشاشة هون نهاية الشاشة أخذي وقت كتير طويلة من الفيديو بس حاليا أنا بحاجة تحدد نهاية الشاشة امتى الوقت المناسب تطلع للمشاهد اختار نهاية الشاشة واختار الموديل الخاص فيني في اكتر من خيار في قائمة في اسم القناة في العديد من الخيارات لح اختار هذا الخيار اللي ممكن نضيف فيه قائمة وايضا اسم القناة والفيديو اللي نزل مؤخرا على قناتي للمدة اللازمة منسحبها منحطيتنا على الخط ومنسحب الخط للمين وبعد ما نسحب للمين منقوم بإضافة الليست القائمة او القائمة اللي عنا ياها نحنا على اليوتيوب للناس تتفرج على الفيديوهات اللي ممكن تكون بتفيدة اكتر ضمنوا الاختصاص زاد ونبلش جيفة وبختار الوقت المناسب خلينا نتأكد سوا انه كل شي تمام ونهاية الفيديو كانت متل ما منحبه منرطة نحن روح على الفيديو ونشوفه من الأول ونشوف للآخر نقدم لآخر المسافة وهون نكبس عليه طلعت هذا هو اصدقائي وطابعين نشكر وقتكم كتير ونهاية الشاشة هيك صارت بين إيديكن لحتى اضيفوا انتوا المحتوى اللي بتحبوه لقناتكم اذا حبيتوا المحتوى لا تنسوا أبدا اتتابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب وقنواتنا عبر السوشيال ميديا وايضا اتركو لنا تعليق تحت الفيديو ماذا حابين تعرفوا اكتر ومن فضلكم لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصحابكم اللي بتحبوه يتعرفوا معلومة جديدة